كمالك الاشتدار أغلو تحدث في هذا البرنامج لمدة أربع ساعات كمالك الاشتدار أغلو ووجه له سؤال محرج من قبل أحد الشباب المنتمي لحزب الأكبرتي وهو حزب أردوغان سأله هل أنت قمت بالتوقيع على ورقة يعني توقع فيها وتطالب فيها باعتقال نجم الدين أربكان قال لهم هل أنا وقعت على هذه الورقة ولم يعطي إجابة على السؤال ما جعل هذا الأمر يمثل حديثا بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية وأن كمالك الاشتدار أغلو تهرب من الإجابة على هذا السؤال الذي سأله أحد الشباب المنتمي لحزب الأكبرتي وسأله بالفعل هل أنت قمت بالتوقيع على الورقة التي تطالب فيها باعتقال نجم الدين أربكان حينما كان رئيسا للوزراء لأنه من المعلوم الآن بأن حزب سعادات الذي أنشأه نجم الدين أربكان منضم لتحالف الطاولة السداسية عن طريق رئيسه كرامالله أولو فمن المدهج هنا أن يتم الحديث عن أنه كمالك الاشتدار أغلو يتحالف مع حزب السعادة بل يعقل اجتماعاته مع حزب السعادة وهو فيه السابق ترجمة نانسي قنقر